الآن نغطي الضروب الطبقة هيا يا أخوات طبعا كثير من الناس بقولك يا عمي أنا بجرب أزرع ليف ما بطلع لا الليف يا أخوة بطلع بس بده ما تغرق النبتة النبتة إذا غرقتها بالماء معناها صارت صابة خمج زي هذه الفصولية زي اللوبية نفس المبدأ إذا رطبت كثير في الماء بصيبها خمج فبشكل عام الليف يعني انتظر حتى تشعر بأن الوسط المغذي أو الوسط الزراعي اللي هو البتموس اللي احنا بيستخدمه حاليا بأنه يعني قريب للجفاف بعدين رد اسقي يعني خلي خلي البذرة تعشق الماء يعني هيك بشكل عام انتهينا وطبعا هنا قيمة قلنا ما نغطيها بممكن نغطيها بجلتين أبيض شفاف أو ما شابه بالشمس طبعا من نعرضها للشمس بشكل دائم طبعا هلا النظام يا أخوة إذا كانت درجة الحرارة مطفية بالليل من شغله أثناء الليل نكون بتشغيله وإن شاء الله أموره تماما هل سم يعمليننا رشة ماء وهيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته